أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني تسلم 26 شاحنة مساعدات من الهلال الأحمر المصري عبر معبر رفح وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني أن الشاحنات تحتوي على مواد غذائية ومستلزمات طبية وأكيداً أن عدد الشاحنات التي تم استلامها حتى الآن وصل إلى 144 شاحنة فيما لم يتم السماح بإدخال الوقود حتى هذه اللحظة تتزايد الدعوات للسماح بإيصال مساعدات إنسانية إلى المدنيين في غزة الذين يتعرضون لقصف متواصل يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر مخلفاً أكثر من ثمانية ألاف شهيد معظمهم مدنيون مكتب الأمم المتحدة لتنصيق الشؤون الإنسانية أوتشا لفت إلى الحاجة إلى ضرورة عبور حجم كبير من المساعدات للقطاع بشكل منتظم لتجنب مزيد من التدهور في الوضع الإنساني المتردي قبل الحصار كانت تدخل قطاع غزة يومياً نحو 500 شاحنة محملة بمساعدات وسلع أخرى فيما شددت الأمم المتحدة على أن القطاع يحتاج الآن 100 شاحنة يومياً على الأقل لتوفير الأساسيات لسكان غزة وبسبب إجراءات التفتيش الإسرائيلية المعقدة تستغرق رحلة شاحنات المساعدات عشرات الكيلومترات بدءاً من معبر رفح المصري مروراً بمعبر العوجة وصولاً إلى معبر رفح الفلسطيني الأمر الذي يعوق وصول المساعدات إلى القطاع بوتيرة منتظمة مصر وفي بيان لوزارة الخارجية عبرت عن أسفها مما تواجهه عملية نقل المساعدات إلى القطاع من مشكلات لوجستية فرضها الجانب الإسرائيلي مطالبة بالتوقف عن تلك الإجراءات المعيقة لحركة المساعدات كانت إسرائيل وفي التاسع من أكتوبر أحكمت حصارها على غزة قاطعة المياه والقهرباء والغذاء عن القطاع الذي كان يخضع أصلاً لحصار بري وجوي وبحري منذ عام 2007 اشتركوا في القناة